السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درس جديد إذا كنتوا المرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ويضع عليك الفيديو ليصلكم كل جديد البعض تابع القناة لكن ينسى يضغط على زر الاشتراك وفاعل زر الجرس ليصلكم كل جديد بشكل يومي إن شاء الله نتكلم في هذا الفيديو عن أهم مئة كلمة في اللغة الإنجليزية المستخدمة في المحادثة اليومية في اللغة الإنجليزية 50% من المحادثات اليومية يستخدمون هذه الكلمات بالتالي من المهم جدا تعلم هذه الكلمات لكي أستطيع أن يتحدث بسهولة بدون ارتباك وبدون أن أفكر ما هي الكلمة المناسبة التي أستخدمها للحديث إذن هذه المئة كلمة إذن أهم مئة كلمة في اللغة الإنجليزية تدخل في المحادثات اليومية بالتالي عن تعلمها يصبح لدي رصيد كبير من الكلمات بالتالي أضيف عليها كلمات أخرى أستطيع أن أكون جملة وأتحدث بكل سلاسة وسهولة لذلك تابع معي نهاية الفيديو حاول يكون عندك ورقة وقلم سجل هذه الكلمات مع معانيها وأيضا إذا حبيت توقف الفيديو لكي تعلم كيف تلفظ هذه الكلمات لكن أنصحك تعلم هذه الكلمات بصم بالتالي تصبح اللغة الإنجليزية المحكية سهلة لدي إذن نبدأ بدراس هذه الكلمات سم بعض ذا ال كان يستطيع كد استطاع ذم هم طبعا تستخدم الفعل به مثلا تيك ذم خذهم قيف ذم أعطيهم سي يرى ذان من ذيز هؤلاء ذات ذلك أو تلك ذس هذا أو هذه ذوز أولئك ثن نحيف ذن ثم ناو الآن شكل سريع لنلفظهم سم ذا كان كد ذم سي ذان ذيز ذات ذس ذوز ثن ذن ناو لك ينظر only فقط إتس له ولها لغير العاقل مثلا إتس هد رأسها مثل القط over فوق think يفكر يعتقد three ثلاث also أيضا police station مخفر bakery مخبز back خلف after بعد use يستعمل two رقب اثنين look only it's over think three also police station bakery back after use two how كيف our لنا day يوم us نا بحالة المفعول به مثل give us أعطينا give يعطي want يريد am يكون is يكون because لأنه بسبب all جميع way طريق even حتى new جديد old قديم be يكون are how our day us give want am is because all way even new old be are of من to إلى an and و a و and طبعا تستخدم المفرد مثلا a car سيارة an apple إذن سفاحة تكلم بشكل مفصل أحب يرجع لها موجودة بالقناة but لكن by بواسطة أو عن طريق from من up أعلى out خارج about حول who من get يصل أو يحصل person شخص people ناس of to and a and but by from up out about who get person people work يعمل first أول second ثاني third ثالث well حسنا eat يأكل drink يشرب sleep ينام write يكتب sea بحر river نهر street شارة company شركة school مدرسة دكتور طبيب work first second third well eat drink sleep right see river street company school doctor which go me make like just time no him her no take into year your which a which book do you like أي كتاب تحب go يذهب me يعني give me أعطني إذن بحالة المفعول به إذن ضمير مفعول به make يصنع like يحب just فقط أو للتو time وقت no لا أو كلا him إذن مثلا give him أعطيه إذن ضمير أيضا بحالة المفعول به give her أعطيها أيضا ضمير بحالة المفعول به no يعرف take يأخذ into داخل year سنة year لك أو لك أو لكم وهكذا which go me make like just time no him her no take into year year why me saw any have has home restaurant city village pharmacy man women house why لماذا me يمكن so لذا أو لذلك أو يجيه جدا any أي have يملك has يملك أيضا تأتي معناه يشرب وأيضا تأتي معنا يأكل home منزل restaurant مطعم city مدينة village قرية pharmacy صيدرية man 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 house bayt why me saw any have has home restaurant city village pharmacy man woman house in on at to when where what how often how how many how much how old how far in في on على at في to إلى when عندما متى where أين حيث what ما ماذا how often كم مرة how كيف how many كم عدد how much كم كمية how old كم للعمر how far كم للبعد أيضا لدينا how near كم للقرب in on at to when where what how often how how many how much how old how far how how near one two three four five six seven eight nine ten ممكن شخص يقول الأعداد أيضا إذن يجب تعلم الأعداد كتابة إذن مهم جدا تعلم الأعداد ممكن تحسس أنه كتبت الأعداد سهل لكن أثنان الكتابة تفاجئ أنه تخطأ بالكتابة late متأخر early باكرا hot حار cold بارد nice جميل one two three four five six seven eight nine ten late early hot cold nice morning evening afternoon day night Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday morning صباح evening مساء afternoon فترة الظهيرة day يوم night ليل يوم السبت Saturday Sunday يوم الأحد Monday يوم الاثنين Tuesday يوم الثلاثة Wednesday يوم الأربعة Thursday يوم الخميس Friday يوم الجمعة morning evening afternoon day night Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday good bad wonderful amazing lazy hard working job good jayet bad say wonderful raya amazing mذهel lazy كسول hard working مجتهد job عمل good bad wonderful amazing lazy hard working job بهذا الشكل هنا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن أهم مئة كلمة في المحادثة المحكية في اللغة الإنجليزية كما أسلفنا في بداية الفيديو من المهم جدا تعلم وحفظ هذه الكلمات كتابة ولفظا ومعنى أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته